من أهم الإنذارات اللي بيتجي لنا وإحنا بمارس الممارسات الصحية في العادة بيلاقي فيه مثلاً تنبيه جاي من جهاز المونطور تنبيه جاي من جهاز قياس الضغط إن الضغط عالي تنبيه جاي من جهاز قياس الحرارة إن درجة الحرارة عالية فيه بقى عندنا في ممارسات سلامة المرضى في حاجة مهمة جداً لازم نتعرف عليها حاجة اسمها ألرت فتيج أو الملل أو التعب من الإنذارات المتكررة والمتواردة من هذه الأجهزة ألرت فتيج يعتبر واحدة من أهم العوامل التي تؤدي إلى الحدوث المتكرر للأخطاء الطبية والسبب الرئيسي إن إحنا مع الوقت نتعود على التنبيه اللي جاي من هذه الأجهزة وخاصة لما مثلاً نلاقي إحنا نقز الضغط المفروض لهو الأقصى حد لنا 140 على 90 لو لقينا قياس 141 على 1 مثلاً وتسعين يدينا تنبيه فعلى نور الله دعونا لازلنا برضو وزن نور يعني لازلنا فيه الأمان بالنسبة للقياس اسمها سرندر الحرارة لها 37 وشرطين طب وتلاتة يدينا تنبيه فبالتالي في بعض الأحيان هذه الأجهزة بتدينا تنبيه لكن ليس بالتنبيه المناسب هي بس بتقولنا خلي بالك إن الوضع الحالي للمريض أقصر من الطبيعي بأشياء لكن على فكرة في نفس التوقيت نفس الأجهزة لما يكون عندنا حالة مرضية حرجة تدينا نفس التنبيه إيه بقى المشكلة؟ المشكلة إن كتر التنبيهات اللي بتيجي من الأجهزة دي مع الوقت بتخلي أفراد التقم الصحي يتعبوا لإنهما ما فيش سبب رئيسي أو سبب هام يخليهم إنهما يسيموا الخدمات الصحية اللي بيقدموه دلوقتي لمرضى آخرين ويسيموا الأشياء المهمة اللي هما بيعملوها في الفترة الحالية ويروح المريض لإن طبيعة التنبيه القادم تنبيه مش مهمة مش ضرورة مش أساسية مشكلة للكبرائية بقى لما يكون التنبيه تنبيه أساسي تنبيه على سبيل المثال إن ضربات قلب المريض خطرة جدا إن ضربات قلب المريض خطرة جدا إن المريض بدأ يحصل عنده مثلاً ضربات قلبي لغة تلوقتي الرزمية إن ممكن في هذه الفترة الصحية إحنا بقى كعمليين في القطاع الصحي سواء بقى أطباء أو تمرين نقول إيه لأكيد نفس التنبيه السابق كفاية كده علينا مش هنروح للنفس المريض المرة الثانية ويحصل عندنا بقى الخطر الأهم إيه هو؟ لوقت أعلير التفتيج بنتعب بنمل من كتر التنبيهات اللي جاية من الأجهزة في أحد الدراسات اللي تمت في أستراليا عنا واحدة من الانتنسيف كير يوليت كان فيها 66 سرير يعني هي واحدة عناية مركزة فيها 66 سرير بدأ يعملوا حاجة غريبة جداً بدأوا يعدوا عدد التنبيهات اللي بتحدث من الأجهزة على مدار اليوم على مدار شهر لقوا إيه بقى؟ لقوا إن معدل التنبيهات في شهر واحد هي إيه؟ هي 2 مليون تنبيه تخيلوا لو إحنا افترضنا جدلاً كده مثلاً إن الوحدة دي مليانة يعني 66 سرير في الانتنسيف كير فيهم مرضى ده معناه إن تقريباً معدل التنبيهات للمريض في اليوم بنتكلم فيه مثلاً لو على مدار اللي هو هفت 12 ساعة بيجيلوا 180 تنبيه في الشفت هل تعتقدوا إن فيه إنسان على الأرض عرضة لخطر 180 مرة في كل 13 ساعة؟ صعب جداً ولو تكلمنا بقى إن الشفت 8 ساعات فنلاقيه إن هو مثلاً عرضة لهذه الأخطاء مثلاً في حدود مثلاً 60 مرة أو مثلاً أكثر من 60 مرة في الشفت الواحد اللي هو التابعيني ده معناه إيه؟ ده معناه إن إحنا لازم نشتغل على الحدث ده ده معناه إن حصل انترابشن وانستركشن كتير جداً اللي عمليه في الطقم الصحي اللي هو معظمها مش مهمة مش ضرورية وعشان كده بيلاقي إن في بعض الممارسات بعض الأفراد من اللي عمليه في الطقم الصحي أول ما يحصل تنبيه يروح يعملوا إيه؟ يعملوا mute switched off هم من جواهم وصلوا لمرحلة إيه؟ على إيراد فاتيج هل الفاتيج بس بيحصل من الأجهزة؟ لا طبعاً التنبيه كمان بيحصل من ريبورتز يعني مثلاً لما نيجي تشوف الريبورت اللي جاي من المختبر من المعامل الصحية اللي عندنا حرفين ومين جداً H وانيه طبعاً بتشير إن هي high يعني القراءة أكتر من الطبيعي أو L اللي هي low وإن القراءة أقل من الطبيعي من كتر ما احنا كأطباء بنشوف ال H and L بيجي لنا حالة من الأعلى الاتفاتيج معنى الكلام بيجي علينا وقات إن احنا بعنينا بنشوف قراءات هي H and L وهي فعلاً very high and very low لكن من كتر التعود عن اللي احنا بنشوف H and L ما بنقدرش نختزل هذه القراءات ونهتم بيها لإن عنينا حصلها إيه أعلى الاتفاتيج نفس الأمر مع مجنوعة الريبورت اللي بتيجي من الراديولوجي من كتر ما الراديولوجي بيحط لنا سطنبا يعني شكل كامل من الكلمات دايماً متكررة عينينا تتعود عليها لما بيحصل بعض التغييرات اللي بيكتبوها في الكلمات ما بنلحظهاش ليه عينينا تعود على طريقة الكتابة فالهدف الأساسي دلوقتي بالنسبة لنا أهم شيء إيه Wake Up Chrome Alert